اشتركوا في القناة عن فكرة كتابك طيب انا يمكن الكتاب كان مختلف شوية عن باقي الحاجات الموجودة لان في الغالب الناس بتكتب وبعد كده تقنع الجمهور ان هما يقروا اللي كتبوه في الكيس بتعطي او في توعية كان العكس انا كنت بمارس شغلي عادي بدي لكتورز بدي ساشنز وباقي الناس هي اللي بتسأل ليه الكلام ده مش موجود في كتب ليه ما يبقاش في ايدي حاجة ارجع لها تفكرني باللي انا سمعته في لكتور او ساشن ليه ده بس بنسمعه وبعد ما نكون تعبنا ليه ما عندناش توعية نفسية توصل لنا قبل ما نتعب او نوصل لمرحلة ان في مشكلة او مرض نفسي فانضطر وقتها ان احنا نروح لمختص ليه ما حدش بيلحقنا من بدري من هنا جات فكرة الكتاب بقى وهنا فكرة الوعي وهي هنا فكرة الوعي ان المنقى دم كل ما كان عنده وعي كل ما قدر ان هو يتعامل مع اي صدمة في حياته كلميني شوية عن اهمية الوعي من وجهة نظرك اهم حاجة اهم حاجة ازاي يكون عندي وعي نفسي يا ألاء انواع كتير جدا ومرحل كتير بس اول حاجة انا لازم افهم انا مين انا صفاتي اي انا ايه النقطة القوة ونقطة الضعف انا ايه اهدافي من الحياة انا ايه اللي انا عايز اوصله انا ايه اللي انا عايز احققه وبعد كده نبدأ نشوف الخطوات بقى اللي احنا محتاجين نعملها تباقي بس لما يعني كتير جدا بنواجه ناس هو اساسا مش عارف صفات نفسه طب انت لو مش عارف صفاتك ازاي هتحدث الباث او الطريق اللي انت هتمشي فيه لو انت مش عارف اهدافك انت رايح فين اصلا